ترجمة نانسي قنقر في حل النزاعات العالمية ومؤذرة جهود المجتمع الدولي التي يتم توظيفها من أجل التسوية السلمية للمشكلات الإقليمية والدولية في آن واحد في قواعد السياسة الخارجية كثير من المبادئ التي تبنى على قواعد حسن الجوار وطيب العلاقات الثنائية التي قد تجمع دولة ما مع أخرى من بلدان المعمورة والبحرين كانت وما زالت أنموذجا يحتذا به في حجم الأواصل الأخوية الدبلوماسية التي تربطها مع غيرها من دول المنطقة والعالم في آن واحد مثاق العمل الوطني كان قد أجزل في فصله السادس وأعطى كل جزئية حقها خصوصا فيما يتعلق بالشكل الذي من الجيد أن تبقي على ملامحه المنامة في أن تكون عنوانا للتآلف والمحبة وقرب المسافة من الجميع ضمن نطاق مساحتها وتواجدها الجغرافي وحتى أبعد من ذلك بكثير لتواصل عملها المؤثر داخل منظومة خارجية متكاملة تجمعها بها أواصر الدم والنسب ووشائج القربة ناهيك عن تاريخ مشترك وأعراف متماثلة تقف وراء تناغم الرؤى والمصالح المشتركة بين البحرين وأشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي لتسعى أرض الخلود الخليفية على الدوام وبكل ما أوتيت من عزم إلى الإبقاء على ثوابت سياستها المتزنة تجاه القضايا الخارجية العادلة ومساندتها على الوجه الأكمل كنهج تواصلا رفع رايته السامية في سبيل تحقيق المزيد من التنصيق والتقارب والتكامل في أعضاء جسد المجلس الواحد خاصة في المجالات الحيوية الرامية إلى تفعيل واسع النطاق لأوجه التكامل الاقتصادي والتعاون الدفاعي والتنصيق الإعلامي على حد سواء وفي فصل المثاق السابع كان قد أورد أهمية الدور الفاعل الذي تلعبه مملكة البحرين داخل التكوينة العربية كجزء لا تتجزأ منها وكحقيقة تجسد معاني الانتماء لوحدة اللغة والدين والثقافة والذي يجيء انطلاقا من رغبتها المستمرة في الوقوف جنب إلى جنب مع متنوع قضايا الأمة ونصرتها وعدم ادخارها لأي جهد قد يبذل في سبيل دعم التعاون العربي ومساندة قرارات الجامعة العربية ومضيها نحو الدفاع عن عديد الحقوق العربية المسلوبة ووقوفها أمام أي انتهاكات صارخة تمارس ضد الإنسان العربي ومحيطه المشروع وعلى صعيد الدائرة الضامة لبناء منظمة المؤتمر الإسلامي فإن البحرين دائما ما تذود بالدفاع عن القيم الإسلامية التي تنهض برسائلها النبيلة على أسس من الحق والخير والعدل والسلام مؤمنة في الوقت ذاته بأهمية انسجام الرؤى الواضحة للدول الأعضاء ومساندة ملفاتها الأمر الذي من شأنه تحقيق مستوى أفضل من التنمية والازدهار لأنظمتها وشعوبها العلاقات الدولية السياسية للبحرين لها في مقامها حكاية نجاح تمتد تفاصيلها لسنوات كثار إذ منفكت البحرين تعتبر أن السلام العالمي والإقليمي هدف أساسي وإستراتيجي متمسكة بالمبادئ الأساسية التي تقود نحو تسوية المنازعات الدولية كافة بالطرق السلمية وتحضر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة غير مكتفية بذلك لتشجع وتؤازر كل الجهود الدولية التي توظف من أجل التسوية السلمية للمشكلات الإقليمية والدولية لتلفزيون البحرين محمد رشادات